اليوم سأعلمك كيف تقرأ شموع التداول او ازاي تقرأ المؤشر بتاع التداول هل هو هيتطلع ولا هينزل و ازاي تكسب من الطريقة دي 1000 دولارات من خلال الانترنت اهلا بيجوة مشابه رجانة مرة تانية اليوم سأعلمكم ازاي تقرأ شمعة التداول او ازاي تقرأ المؤشر بتاع التداول سواء انت بتداول على فوريكس عادي او خيارات صنائية او اي منصة ليها مؤشرات ليها علاقة بالتداول اعلمك ازاي تقرأ المؤشر ده وتتنبئ هل هو هيتطلع وهيصعد وهيحقق الرفاع ولا هو هينزل وهيحقق انخفاض وفي الحالتين انت لو عارفت تعمل كده فانت هتكسب 1000 دولارات حرفيا لانك هتقدر تفتح صفقات يعني لا حصرة لها تقدر تحقق منها 1000 دولارات شهريا في الله بينا على اللاب توب والشرح العملي عشان نشوف الشرح ده بالتفصيل اهلا بيكم يا شباب رجانة تاني للشرح العملي على جهاز الكمبيوتر اه النهاردة ان شاء الله هنشرح او هنطبق اه ستة اشكال معينة او هعرفك على ستة اشكال معينة اول ما تشوفهم اه في المؤشر او في الشمع بتاع التداول او الشمع الياباني هتعمل ايه بالزبط او هتاخد الخطوة اللي جاية ايه او الصفقة اللي هتفتحها ايه وبنسبة 90% الصفقة اللي انت هتعملها دي هتبقى ربحانة او هتبقى اه يعني هتقض عليك بالمكسب ان شاء الله تمام تعالى كده ناخد اول حاجة هنشتغل عليها او اول شكل هيزهرلك وهو الشكل اللي انت شايفه قدامك ده والشكل اللي انت شايفه قدامك ده شباب بنسميه شامعة المطرقة او شامعة الرجل المشنوق يعني ايه يعني بتلاقي هنا كده زي كتلة وفي عصايا والعصايا دي الجزء الاكبر فيها تحت والجزء الاصغر مثلا لو هنطبق الموضوع ده في اي منصة وليكن مثلا منصة ايتورو اللي بالمناسبة منصة محترمة جدا وكنت شرحتها قبل كده في فيديوهات كتير وفيديوهات تفصيلية عني ازاي تسجل في المنصة دي بيبقى عندك حساب وكل الكلام ده كله هيزهرلك الفيديو ده طبعا فيه علامة الاي اللي بتزهر فوق في الفيديو دلوقتي وهسيبوه لك برضو في صندوق الوصف وممكن تقدر تدخل تتفرج عليه عشان تعرف ازاي بيبقى عندك حساب وممكن كمان تسجل من اللينك اللي هسيبوه لك تحت في صندوق الوصف وتاخد رصيد هداية تسمير به او رصيد يعني ديمو رصيد تجريبي تقدر انك تطبق بيه الصفقات وتتعلم عليه طب خليها ندخل مسلا على حاجة كده من الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها وليكن مسلا هنشتغل على البيتكوين هتدخل هنا تجيب الشرط بتاعه او المؤشر بتاع التدول نوسع كده الشاشة ونشوف الدنيا عاملة ازاي طبعا انت هتلاقي المنظر عندك عامل كده تمام انت هتخليه الشموع يابانية او كاندل تمام تعال كده نشوف الشكل اللي احنا منتكلم عليه والشكل بتاعنا ظاهر مرتين زي ما احنا شايفين هنا في الشمعة دي وفي الشمعة دي تعال كده نشوف هنا بيقولك ايه بيقولك اول ما تلاقي الشمعة دي سواء هي لونها اخضر او لونها احمر ووراها كان فيه شمعة احمر هبوط اعرف ان انت لازم تاخد يعني لازم تعرف ان اللي جاي بعد كده هيبقى ارتفاع وده بالفعل يا شباب اتحقق فيه المكان ده المكان ده كان احمر اهو زي ما احنا شايفين الشمعة وكان فيه قبليها هبوط او شمعة حمرة كبيرة فيها هبوط في السعر فبالتالي اللي هيجي بعد الشكل ده هيبقى ارتفاع زي ما احنا شايفين حتى نيجي نبص كده تاني تأكد هنا هبوط الشمعة ايا كان لونها هيجي بعدها صعود زي ما احنا شايفين الشكل ده هنلاقيه متطبق معانا في المكان ده في حالة تانية برضو بيقولك لو نفس الشمعة دي سواء برضو حمرة او خضرة واللي جاي وراها ارتفاع يعني اللي جاي وراها شمعة اخضر هيبقى اللي بعدها هبوط زي هنا مثلا زي الشمعة دي كان وراها ارتفاع اذا اللي بعدها هبوط زي ما احنا شايفين طبعا انت مش بتقيس الهبوط والصعود بالشمعة اللي بعدها على طول انت بتقيس بشمعتين او تلاتة زي ما احنا هنا كده في المكان ده قسنا ان كان فيه ارتفاع بنقيس ببص كم شمعة ارتفاع ثلاثة شمعات طب في الحالة دي المفروض يبقى فيه هبوط زي ما احنا شايفين الهبوط اهو ثلاثة شمعات هبوط دي طبعا حاجة كده ايه يعني الف به تعرف انك تشتغل بها طيب تعالا كده نشوف حاجة تاني هنا مثلا الشمعة دي الشمعة دي شباب زي ما احنا شايفين الرجل المشنوق او شمعة المطرقة كان فيه قبلها اخضر اذا اللي بعدها طبعا هبوط فاحنا شايفين بعدها فيه هبوطه زي الشمعة دي بالزبط قبلها فيه هبوط طب حتى ممكن ان احنا نجرب الموضوع ده على منصة تانية او على مؤشر تاني لو دخلنا حتى على او التداول بالخيارات الصناعية المنصة دي برضو منصة محترمة جدا وانا كنت اتكلمت عليها في فيديوهات قبل كده فممكن برضو يسيب لك الفيديو في الاي اللي هتزهر فوق دلوقتي او سيبولك في صندوق الوصف تقدر تدخل تتفرج عليه لو عايز يبقى عندك حساب ويبقى عندك رصيد برضو مجاني او رصيد هدية تتداول بي او تتعلم عليه يعني طبعا ندخل هنا كده نشوف مثلا حالة شبع اللي احراب نشرحها زي ما احنا شايفين هنا كده مثلا الشكل ده الشامعة ده شباب شامعة رجل مشنوق زي ما احنا شايفين ايه او المطرقة زي ما بنسميها قبلها في شامعة اخضر او كان في ارتفاع اذا اللي جاي بعدها هبوط زي ما احنا شايفين كده اهو كان قبلها ارتفاع اذا اللي بعدها سل او هبوط فبالتالي لو احنا كنا جينا هنا في المكان ده اول ما الصفقة دي خلصت او اول ما الشامعة دي انتهت وكان قبلها زي ما احنا شايفين ارتفاع واحنا كنا عملنا صفقة سل هنا في الوقت ده كان زمان احنا كسبنا لان كان في زي ما احنا شايفين هبوط في السعر فكنا عملنا ارباح كويسة من صفقة زي دي طب تعالي نخش على الحالة التانية وانا قلتلك هشرح لك ست او خمس حالات او سبعة كمان بس يعني لو وقت الفيديو لقيتها هيبقى طويل فمش هقدر اشرح لك كل الحالات بس هسيب لك الملف ده موجود تحت في صندوق الوصف تقدر تحمله او تقدر تدخل على السور دي او الحالات بتاعت الشموع دي وتستخدمها وتفهم الدنيا ماشية ازاي عشان تبدأ انك تشتغل وتتابع او تتعلم وتشتغل من نفسك يعني لو وقت الفيديو انت حاسس انه طويل ونيجي يا شباب للحالة اللي بعد كده وهي الحالة دي والحالة دي يا شباب اسمها نمط نجمة الصباح او نجمة المساء ويعني ايه الكلام ده يعني لو لقينا مثلا شوية شموع كده خضرة او فيه ارتفاع بعد كده فيه الشكل ده اللي هي الشمعة الحمرة مثلا اللي فيها حتة فضية من فوق او فيها صق من فوق وفيها صق من تحت ازا اللي جاي هيبقى هبوط طب لو لقينا العكس لو لقينا فيه شموع حمرة واللي بعد كده الشمعة بالشكل اللي احنا شايفينه ده لونها اخضر ايزا اللي جاي بعد كده ارتفاع طب تعالوا نشوف كده مثلا ونطبق الكلام ده عندنا زي ما احنا شايفين مثلا هنا في المؤشر ده كده هنا عندنا هو في الحتة دي شمعة احمر وبعدها الشمعة اللي احنا شوفناها من شوية اللي هي بتبقى موجودة في النص بس بس لونها اخضر وكان قبلها هبوط اذا اللي بعدها ارتفاع زي ما احنا شايفين كده هنا هو كان فيه هبوط قبلها وهي لونها اخضر يبقى اللي بعدها ارتفاع اهي هنا فيه هبوط وهي لونها اخضر يبقى اللي بعدها ارتفاع فبالتالي احنا نقدر ندخل من هنا صفقة ارتفاع فبالتالي هنقدر نحقق ارباح من الشمعة دي طب تعالوا كده نشوف الشمعة اللي بعدها او الشكل اللي بعده اللي هو الشكل ده اللي هو كان اخضر وبعد كده شوفنا الشكل بتاعنا بس لونه احمر او الشمع بتاعتنا لونه احمر اذا اللي بعدها هبوط وده يتطبق معنا فين يتطبق معنا في المكان اللي احنا شايفينه ده او في المكان اللي احنا شايفينه ده هنا في ارتفاع زي ما احنا شايفين اهو بعد كده شوفنا الشمع اللي معتدين عليها ولونها احمر اذا اللي جاي كله هبوط زي ما احنا شايفين وبرضه ينفعنا حق الموضوع ده فيه هنا كده زي ما احنا شايفين احمره هو هبوط وهي لونها اخضر اذا اللي بعدها هبوط ده بالنسبة للاشكال اللي موجودة في شكل كمان يا شباب مش موجود كتير او ممكن ما تلاقهوش موجود في السور اللي انا حططها لكم انا طبعا مش هشرح كل الاشكال دي انا هسيب لكم الملف والصور دي تقدروا ان انتم تدخلوا وتتعلموا منها دي يا شباب كده للناس اللي هي اللي ما تعرفش اي حاجة في التداول او اللي ما بتعرفش تحلل اسواق او ما بتعرفش تعمل اي حاجة في التداول دي ممكن تبقى مساعدة مبدئية لكم كده انكم تقعدوا تتعلموا فيها وممكن تلاقي ان الموضوع فعلا بيجيب نتيجة معاك بس زي ما بقولك اتداول بالكلام ده او اشتغل بالكلام ده على حساب يكون تجريبي يعني استخدم رصيد تجريبي ما تعملش اداع الا لما تبقى ماهر في الشغل ده الشكل اللي كنت عايز امورهولكم يا شباب هو الشكل ده اللي هو ده اللي هي الشامعة مربعة من فوق لونها اخضر وفيها عصايا من تحت محطة لو العصايا اطول شوية من كده اللي بعدها على طول يا شباب بيبقى ارتفاع زي ما احنا شايفين كده تعالوا بس لنشوف شكل تاني زي ده كده زي الشكل ده بيبقى مربع من فوق اخضر وفيها عصايا من تحت اللي جاي بعد كده كله ارتفاع ودي بشكل مضمون يعني بتبقى موجودة على طول هوريها لكم برضو اه ممكن نلاقيها في اي كيو اوبشن ممكن دي وممكن اهي يا شباب اهي الشامعة اللي بقول لكم عليها الشامعة دي اللي هي بيبقى من فوق زي الشاكوش كده مكعب وفيه عصايا من تحت وكل لونها اخضر معناها ان اللي جاي كله ارتفاع بس بلاش تشتغل على الشكل ده الشكل اللي هو العصايتين القرابين من بعض ده بلاش تشتغل عليه تعالوا كده اوريك اشكال تانية زي ما احنا شايفين هنا اهو الشكل اتحقق معنا فاذا اللي جاي ده ارتفاع وده نفس الكلام برضو الشامعة دي نفس الكلام واللي جاي ارتفاع بكده اكون قدمت لكم حاجة ولو بسيطة تقدر تساعدكم في مجال التداول للناس المبتدئة خالص واللي مش عارفة تفتح صفقة امتة ومش عارفة تجيب توصيات منين انا هسيب لك الملف ده تقدر تدخل تتفرج على السور دي وتتعلم بنفسك وتكون دي اول خطوة ليك او اول تركات ليك تقدر تستخدمها في مجال التداول وكمان هسيب لك رابط موقع IQ Option لو عايز تسجل من خلالي وتتداول بالرصيد الديمو وكمان هسيب لك موقع ايتورو او اللينك بتاع موقع ايتورو لو انت عايز تدخل تسجل في موقع ايتورو وهسيب لك الحلقات برضو اللي بتعرفك ازاي تدخل تسجل في الموقعين دول بس كده الشباب ده كان الفيديو بتاعنا اتمنى ماكونش طولت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس كده الشباب ده كان الفيديو بتاعنا اتمنى يكون الفيديو عجبك ما تنساش تعمل اللايك على الفيديو ده لو استفدت منه باي حاجة وتعمل شير لو عايز تفيد حد غيرك واشترك وفعل الجرس عشان يوصلك باقي فيديوهاتي المفيدة وشكرا لكم ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة